اشتركوا في القناة و تعالى أن يتقبل من الصيام و القيام اليوم أحبتي في الله سأكمل الحلقة الماضية التي هي أسباب الطلاق قبل أن أتكلم عن أسباب الطلاق أحب أني أعيشكم بتفائل أخواني و أخواتي لا تصدقون هذه الإحصائيات التي تسمعونها الآن في الجرايد عدد الطلاق في ازدياد و عدد الطلاق مستمر إذا عدد الطلاق مستمر عدد الزواج كذلك مستمر أنا أتزوج كمأذون شرعي في السنة يمكن 200 و 250 حال الزواج في السنة و نفس الأمر عندي قضايا طلاق لكن القضايا الطلاق هذه ما تكون بنفس مستوى الزواج الزواج أكثر لأسف الشديد بعضهم يعمل هذه الإحصائية كيف؟ يعني زوج و زوج يعتبرون حالة وحدة زوج و زوجته يعتبرون حالتين حالات من سنة 2000 و يتطلقون سنة 2007 يحسبون هذا الطلاق في سنة 2007 عدد مستمر و بعضهم رجع زوجته و يعتبرون هذه من الطلقات الإحصائيات لأسف الشديد غير دقيقة و هذه الإحصائيات إحصائيات الطلاق تصيب بناتنا بالإحباط تصيب شبابنا بالإحباط والله الزواج منتشر لا أقبل لا أزوج حياتي ستتطلق لأنه وائد الطلاق منتشر إذا سننتكلم نحن وائد أخواني نتكلم هكذا بالطلاق أنه منتشر سنصيب المجتمع بالإحباط لا الخير عظيم أنا أرى الطلاق لأن أنا شغلتي أني أصلح وأطلق وأزوج فلذلك أرى الشر وأرى الخير والناس تسمع دائما من الناس اللي يتكلمون بالشر فإطمئنوا وكونوا سعداء الطلاق أمره مشروع من الله سبحانه وتعالى قد يكون الطلاق واجب إذا إذا رأى الرجل من نفسه أنه سوف يظلم هذه المرأة الطلاق هنا واجب ولي يظلم هذه المرأة وإذا رأت هذه المرأة أنها ستظلم هذا الزوج ما تعطي حق تكون ناشز فالطلاق هنا أقول أرحم بالإستمرار في هذه الحياة الزوجية عموما الطلاق مستحب من هو مكروه ما هو محرم إذا كان في طلاق المرأة في الحيض وهذا يسمونه طلاق بدعي أمر الطلاق طلاق رجعي طلاق بينون الصغرى بينون الكبرى الطلاق الرجعي إذا طلق الرجل زوجته هذه طلقة واحدة تكون زوجته ما زالت في العدة ثلاثة حيضات يعني بعد أن يطلقها تكون في الحيضة الأولى والثاني والثالثة إذا اختسلت من الحيضة الثالثة طلعت خلاص ما يستطيع الزوج يردها إلا بمهار يديد وعقد جديد قبل عدتها قبل أن تنتهي عدتها على كيف الرجل يقدر يردها في أي وقت وبدون إذن هذه الزوجة إذا قالي زوجتي أنا رجعتك لعصمتي رجعت خلاص لا يحتاج أنا مم موافقة لا أرجع لك و تخرج من بيت أمه لا يجوز على المطلقة طلاق رجعي أن تخرج من بيت الزوج أبدا تتزين و تجلس معه بعد أن تنتهي عدتها و لا ترجعها بعد ذلك تخرج من بيت الزوجية إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات قالها أنت طالق 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 عند بعض العلماء يوقعها لكن عندنا هنا في قانون دولة المرات و أخذوا برأيي جمهور أهل العلم بأن الطلاق في مجلس واحد بثلاث طلقات في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة كثير من الزوجات تسألون عن ثلاث طلقات في مجلس واحد فتعتبر طلقة واحدة لأن القاضي يرفع الخلاف حتى لو اختلفوا العلماء القاضي عندنا يرفع الخلاف ذلك أمر الطلاق دائما أرجع إلى المحاكم أرجع إلى القضاء لا تسأل لا تسأل فلان ولا علان أرجع إلى القاضي طيب بعد ما عرفنا هذا الأمر سنتكلم عن أسباب الطلاق بعض أسباب الطلاق التي انتشرت الأسس الشديد من أسباب الطلاق التي رأيناها أحبتي في الله الزواج لا يعاشرون زوجاتهم بالمعروف والله يا أخوات رأيت عجب العجاب مرجل أنا أقول لهذا الرجل الذي لا يعامل زوجته بالمعروف ولا يعاملها بالحكمة ترضى يأتي رجل يعامل بنتك بنتك بنفس المعاملة إذا لا ترضاه على بنتك كيف ترضاه على زوجتك أم بنتك الجزاء من جنس العمل مثل ما تفعل وتهين هذه المرأة ما تعاشرها بالمعروف مكشر في وجهها دائما تعنفها دائما تظلمها خارج عنها مضيح حقوقها سوف يأتي رجل لئيم يعني يتعامل مع بنتك بنفس المعاملة الجزاء من جنس العمل الله يريد أن يكفر ذنبك ستكون النتيجة هكذا فعلينا أن نتعظ النبي صلى الله عليه وسلم قال وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر بن العاص قال فإن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائهم و أنا خيركم 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 لأهله و أنا خيركم لأهلي لذلك وقال عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و خياركم خياركم لنسائي فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف فهذه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أحرج عليكم بحق الضعيفين اليتيم والمرأة هذه المرأة ضعيفة كاليتيم الذي يحتاج الحنان المرأة مسكينة مرضها الشهري رضاع حمل نفاس تمر بهذه الظروف فإنهن أسيرات عندكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وصيقت أغلى بشر على وجه الأرض فكيف تعاملها بالمعاملة هذا فمن أسباب الطلاق سوء المعاملة من هذا الرجل بعد ذلك المرأة إذا طلبت الطلاق الطلاق سهل جدا للمرأة القضاء إذا أصارت المرأة على طلب الطلاق ستأخذ الطلاق فلا تخاف المرأة تطمئن من هذا الأمر لكن على هذه المرأة نقول أن تصبر أن تصبر وتتقي الله إذا كان عندها أبناء والله يختي الصبر عبادة عظيمة الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل أنت أعملي أختي أعملي لأجل الله لأجل الآخرة اصبري وما صبرك إلا بالله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الصبر عبادة عظيمة الله يبليك بهذا الزوج حتى يرفع مكانتك عنده في الجنة فالصبر أنا أقول في هذه الحلقة لا تسرعين تطلبين الطلاق لعل الله يهدي هذا الرجل وتتغير معاملته لعل الله سبحانه وتعالى غير حاله من حال إلى أحسن حال ولا تنسوا الفضل بينكم إذا كان عاملت بهذه الأطباع انظري جوانب إيجابي فيه لعل فيه جوانب إيجابي مثل وحدة قالت لي يا شيخ والله زوجي كذا وزوجي كذا فقلت لها اذكريني جانب إيجابي قالت لي كريم الحمد لله ما مقصر على البيت ويعطينا حقنا في المنفقة قالت الحمد لله هذه نقطة إيجابية تفكري فيها قولي الحمد لله إن الإنسان ربه لك ينود لا تذكرين لا تعدين المصائب تنسين هذه النعمة ولا تنسوا الفضل بينكم هذا يرجع الزوج لزوجته والزوج ترجع لزوجه إذا نظروا بهذا المنطق إذا نظروا بهذه القاعدة وأيضا من أسباب الطلاق يقول أحد الأزواج يقول في سؤاله يقول زوجها يشتمها ويلعنها ويشتم أهلها ترى يا أخواني ترى هذا الرجل كيف يعني أحيانا يعاملها لا يعاشرها بالمعروف لكن لا يسب أهلها مضيح حقوقها لكن هذا أشد عن يعني معاملة يعني عدم العشرة بالمعروف وبذيء اللسان مع هذه المرأة أنا أقول لهذا الرجل عامل الله قبل أن تعامل الخلق عامل الله لأنك أنت عندما تسيئ لزوجتك تسب زوجتك وتلعن زوجتك وتسب أهل زوجتك أنت أسأت لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال وَقُولُ الْنَاسِ حُسْنَا وأنت يأس تسب زوجتك يأس تتهم زوجتك تتهمها في عرضها ما يصير أخي يعني اتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة لا تسب هذه المرأة فأنت أسأت إلى الله وسوف ترتكب الآثام إذا مات تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعاقب الذين يعاقبون الناس و الذين يعذبون الناس و هذا الظلم و الله الظلم أن تظلم البعيد الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد كيف إذا ظلمت هذه المرأة زوجتك زوجتك اللي تنام معاك اللي تقوم بحاجياتك اللي تقوم بأمورك ادرس عيالك اتربي عيالك كيف لا تحترم هذه الزوجة و تعطيها حقها من الحقوق و الواجبات أيضا من بعض المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق أم الزوج تقول أم الزوج و أحد من الزوجين تقول أم الزوج تقول أمة و يجثير المشاكل تنقله كلام عني والله ما فعلت ولا عملت هذا يحدث أنا أقول بسبب غيرة أم الزوج أحيانا شريد أحيانا لذلك أنا أقول لهذا الزوج الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تُطُعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ هذا الذي ينقل لك الكلام لا تأخذه بعين الاعتبار لذلك من أخلاق المؤمن أن لا ينقل المساوة لفلان فلانا و الله قالت كذا فلانا فيها كذا تأكد أن هذا النمام يريد أن يفرق اللي يشب الخير يسمع و ينصح بس ما ينقل الكلام فأنا أقول يعامل الأمة بالتي هي أحسن ولكن لا يسمع لا يأخذ كل كلام بعين الاعتبار من هذه الأمة و بالأخص إذا كنت تعلم أن فيها شدة الغيرة أحيانا الأمة تغار و الزوج تغار و الضحية هذا الزوج الذي لا يعرف الصرف لا يعرف الصرف بين أمه ولا يعرف الصرف بين زوجته يظلم زوجته على حساب أمه أحيانا يظلم أمه على حساب زوجته لأسف الشديد والله هذه الطامة كبرى أسأل الله أن يهديه الأزواج أيضا من بعض الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق سوء الاختيار ما اختار امرأة صالحة ما اختار امرأة تعين على الآخرة على الآخرة ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و زوجة مؤمنة تعين أحدكم على الأمور الآخرة ما أخذنها فقط عشان يتباهى بها أمام الناس كيف تربي أبنائك على أي خلاق تربي أبنائك فلذلك سوف تجد الويل من هذه المرأة أيضا من أسباب الطلاق البخل بخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع الشح الهالع اللي هو البخل اللي ما تستطيع المرأة أن تعيش ما تستطيع المرأة أن تعيش مع هذا الرجل لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد لذلك الرجل عندما يكون معطاء و كريم مع زوجته الزوجة تتعلق بهذا الرجل لذلك فاصل أحبتي في الله و نرجع و نواصل معكم تريون أحبتي في الله من أسباب الطلاق الشك الشك الزائد سواء كان من الزوج أو من الزوجة إذا كان من الزوج يعني نذكر لكم بعض النماذج الشك أنواع أحيانا يكون الشك بسبب خلق هذا الزوج يعني هو أخلاقة سيئة عند بعض المنكرات فيظن أن الزوجة بنفس المنكرات اللي يراها خارج فيعكسها على زوجته فيتم شك في زوجته أنها عندها علاقة أنها تعمل أنها كذا هذا شك أخلاقي طبي في شك مرضي هذا الشك المرضي يكون سببه الوسواس القهري الذي يتعلق بسببه نقص هرمون السيروتونين في مخ الإنسان أنا عندي حالة من الحالات بسبب الطلاق شك الزائد في هذا الرجل في زوجته فبدأت أحقق معاه عشان أعرف أن هذا الشك مرضي ولا شك من أخلاقه استنتجت أن هذا الرجل المريض قالت لي الدليل قالت لي يا شيخ أول ما يفتح الباب يدخل على البلكون على أقول يفتش عن رجل يخاف للرجل لا يهرب بعد ما يفتش في البلكون عزكم الله يفتح الحمام يبحث عن رجل بعد ما يفتح عزكم الله الحمام يفتح الكبت يبحث بعد ما يفتح الكبت يفتح السدات أنا لما قلت لي يفتح السد قلت هذا مش صحي هذا رجل مش عاقل مستحيل فيه رجل يدخل في السد في الدولاب طيب هذا مسكيل يعني الله سبحانه وتعالى بلا بمرض يسمونه مرض الوسواس القهري السببه كما يعرفون الأطباء أن هرمون نقص هرمون السروتونين المخ في مكان يسمونه مصر التخيلات أحيانا يضرب عن بعض البشر فيتخيل أشياء ما لا حقيقة حتى مرة كنت في تلزوم من تلزونات اتصل في رجل قال لي يا شيخ والله زوجتي شريفة زوجتي منقبة يقول ذبحني الوسواس ذبحني الشك يقول أنا أتعالج الآن عن طبيب وبالفعل بعضهم مرضى يحتاجون إلى علاج نفسي وبعض العقاقية هذه المرأة لما شرحت لها حالة زوجها بكت على حالة هذا زوج وَاللَّهِ أَحْمَدْيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَبْقَ لَكِ عَقْلِكِ هذا الزوج أصيب في مخه نتيجة عطل أو نقص هرمون في مخه كما قال أبو حامد الغزالي الوسواس إما خبل في العقل أو جهل في الشريعة أحيانا يصيب الإنسان نوع من الزهايمر أحيانا يصيب الإنسان نوع من عطل ضغط شديد أحيانا يكون وراثي أحيانا يكون بسبب الحالة النفسية فينبغي أن تراعي الزوجة إذا كان الزوج مريض عليها أن تصبر أما إذا كان خلقي يشك فيها أنا أقول ينبغي أن تتصرف وتدخل العقلاء حتى يصلحوا وإلا إذا زاد الشك يتهم في عرضها في شرفها أن ترفع أمرها حتى يستطيع القاضي أو يستطيع المصلح أن يرد هذا الزوج الذي يتهم زوجته في شرفها والعياذ بالله الاتهان بالشرف لا بد من الشهود أربع شهود تتهم زوجتك أنها عند علاقة وهي زوجة شريفة طاهرة فإذا الشك من أسباب الطلاق فلا بد أن نفرق بين الشك الطبيعي وشك المرضي أيضا من أسباب الطلاق والغضب والغضب لكل شيء على طول على أدفه الأسباب يغضب ويحرج ويكشر ويسيبها يقولها أنت طالق يتسرع دائما يتسرع بالطلاق إذا الزوجة علمت أو عرفت أن الزوجها سريع الغضب لا تثيرين غضبه لأن هذا متسرع الطلاق على لسانه البلاء ومو كلهم بالمنطق دائما الطلاق بالألفاظ والعبارات إذا قال أنت طالق بانت المرأة خلاص بعد ذلك يسرع يا شيخ والله كان غضبان سمع أنتوا شفتوا في يوم الأيام يطلق زوجته ويضحك ما في رجل يطلق زوجته مستانس يضحك كل يطلقون أزواجهم محرج سمعتوا واحد يعني غضبان لكن الغضب اللي قالوا عنه العلماء قالوا عنه العلماء إغلاق يعني وصل لمرحة الإغلاق لا يعرف من أمامه زوجته وليس بزوجته يطلقه في مبع حاسيته مبع عارف مبع زوجته هذا يسمونه إغلاق وصل إلى مرحلة الإغلاق لا يعرف من الذي أمامه لكن كل الزوجات يطلقون في حالة الغضب أيضا من أسباب الطلاق استعجال التغيير أربعة تشهر يبا يغير زوجته سنة يبا يغير زوجته أو أربعة تشهر تبا زوجها يتغير اصبري هذا في بيت وأنتي في بيت هذه في بيئة وأنتي في بيئة لا بد أن نصبر الأطباع ستتغير بعد فترة ستتغير هذه الأطباع ستتغير إغلاق السريعين يعني الخبرة لا تأتي من سنة إلى أربعة تشهر لا بد أن تتطبعوا على أطباع بعض بعد الفترة الزوج يحب زوجته و الزوج يحب زوجته هكذا عقب لغيارة تطبع الأطباع تتغير وتتطبع الزوج تتطبع على طبع الزوج إذا كان الزوج طبعه جميل والزوج يتطبع على طبع زوجته إذا كان زوجته ذويقة إذا كان زوجته أنيقة إذا كان زوجته مؤدبة إذا كان زوجته أميرة في البيت يتطبع على طبع هذه المرأة المعلمة تعلم أبنائه تعلم حتى بعض الظوقيات يتغير هذا الزوج لكن الرجل في دواهد فاشل دفش الزوج يلبس ويعق ثيابه يلبس ويعق الزوج مسكينة تشل أحيانا صير مشكلة بينه بالزوج أنت مرتب يقول بالفعل أنه مرتب أنت مرتب حياتي والفعل الزوج هكذا طبعه هكذا أحيانا لا يرتب الزوج مسكينة متفرغة ذويقة فلا تستعجلون على هذه الأطبع و تطلب الطلاق و تطلب الطلاق الشيطان مره قنبله يجعلها موقوته بينه و بين زوجته خلاص طلقني مثل واحد قالها طلقني والله إذا ما طلقني سأرمي كل ملفاتك في الشباك و رمك كل ملفاته طلقها يوم طلقها صحت قالت لي أنت ما صدقت يوم أقول لك طلقني طلقتني أنت طريتي ملفاتي فريتي ملفاتي بريتي تجلبين يعني البيت على راسي ما تبيني أطلقت المرأة سريعة عواطفها ليس معها لا تحكم عواطفها ولا مشاعرها فلا تتسرع مش مجرد ما تقول طلقني طلقتها اصبر اطلع عنها مثل واحد قالت لي طلقني قالها عيني خير باشا بتصبحين صبح و انشاء الله بطلقت قالت لي إلا طلقني اليوم المهم ما طلقها رجل عاقل حكيم هذا يوم أصبح الصبح قالها عطيني الورقة عشان أطلقت قالت لي أنت ما صدقت أقول لك طلقني أنت بتطلقني المرأة بسرعة شيطاني قص عليها أيضا من أسباب الطلاق من أسباب الطلاق جفاء تقول زوجي جافي دائما هذه أسئلة الأزواج ترى زوجي جافي معي طبيعة الرجل فيه الجفوى طبيعة المرأة فيه حنية إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج جنكما من الجنة فتشقى فدل على أن رجل لا بد أن يشقى طبع فيه جفوى حتى يستطيع أن يشافر يقدر يوقف خلف الكاميرا يقدر يكون مخرج يقدر يعمل يقدر يذهب يسير ويه إذا ما عنده هذه الجفوى كيف يوفر لك لقمة العش لكن أنا أقول إذا هو جافي حاول يتعالجين هذه الجفوى كيف تعالجين هذه الجفوى يحسني استقباله لما تستقبلين يدخل البيت هشي وبشي النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجي الولود الودود ممار جرد ما يدخل البيت أنت ما سويت و أنت كذا و أنت كذا هذا العتاب ما ينفع أيضا الابتعاد عن العتاب الحديث معاه فيما يعجبه تبين تكسبين قلبه تكلم معاه في موضوع هو يعجبه ما تكلمين في موضوع آخر ما يعجبه أيضا اجتنبي الحديث فيما لا يناسبه و أسأل الله سبحانه و تعالى أن يعيني و يعينكم من الحياة الزوجية و يبعد عن هذه المشاكل و نختمها بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و متعنا اللهم بأسماعنا و أبصارنا و قواتنا أبدا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا و لا تجعل مصيبتنا في ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا يا ذا الجلال و الاكرام الله موفق و لي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد و نائب الشيخ محمد بن راشد لما تحبه و ترضى و ارزقه من بطانة الصالحة يا ذا الجلال و الاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين